موسيقى نشاطات بجمعية أمان بداية عارفيني عن جمعية أمان وأهدافها ونشاطاتها صباح الخير وميرسي على المقابلة أول شيء جمعية الأمان هي جمعية سارة 18 ناشطة على الأرض بتعتني دايما بالمسنين بتعتني دايما بالشباب بالناس اللي قد ما فينا نقدر نساعدها لحتى ضلنا نحن معهم خاصة الشباب وخاصة النساء ونشاطاتنا اجتماعية وثقافية وبتعبر عن يعني رئيسة هو دايما مع الناس اللي بحاجة بيدعمهم معنويا إسا جميل ظاهر نوجه له تحية أكيد وأكيد صارنا هلأ عم نفتح علاقاتنا خارج للبنان بمصر وبالإمارات وبالكويت إن شاء الله وبالسعودية يعني هاي مهم نحنا نكون متل ما ابتدينا مع الناس للأحسن للناس اللي بحاجة إنه نحنا نعبر عن رسالتنا اللي نحنا لا يعني كيف تقليك رسالتنا المحبة رسالتنا تسامح رسالتنا نحنا نوقف مع الناس اللي بحاجة وانطلاعا من هالقسم اللي كتير بيوحى بالأمان إنه أدى نحنا هلأ بظل الأزمات اللي عم نعيشها الاجتماعية الاقتصادية إنه أدى مهم إنه يكون فيه عنا أمان وضمان للمستقبل من الدورات اللي عم تعملوها حضرتكم كمان مثل كمان محو الأمية يمكن للسيدات يمكن اللي ما تسنالوا إنه يتعلموا أو دورات بالحرفيات خبرينا أكتر عن هذا الموضوع فعلا نحنا ابتدينا هلأ نعمل دورات لتمكين المرأة نعم نحنا كنا عملنا معرض حرفة هلأ منشوف الصور عن الخلافيات برعايت الوزيرة فيولاة استفادة من وجهلها تحية هو كان التمكين الاقتصادي للنساء والشباب بالمشاركة مع جمعية أصيل صحيح بتعاون مع عدة جمعية هوا كله حرفيات هوا كله سيدات بما نزلون التجه على المعرض كله شغل يدوي كله عنده مؤسسات صغيرة وبوجهلهم تحية أنا لهالنساء المناضلات أنا بيعتبرون وبعدين عملنا طلعنا أنه نعمل دورات لحتى هالنساء اللي قاعد ببيوتها تجي وتتمكن أكتر بسيح عندها مشاريع صغيرة بسيح عندها مشاريع صغيرة وبتقدر من هالمشاريع صغيرة تنفتح على المجتمع حتى نحنا حنساعدهم أكتر بالدورات يعني لما يتعلموا نعطيهم الشهادة نحنا حنعرض لهم بداعتهم يعني نحنا حنسوق لهم إياها يعني بتعملو لهم إياها التسويق كمعرض صحيح كمعرض وبتاعوا شوفوا شو صار بها النسوان يعني صار عندهم مشاريع وعم بيعرضوا بداعتهم يعني هيدا نحنا عنا كتير شغلاتنا نعملها خاصة للمرأة دايما للمرأة وأنا بقولها للمرأة خليكي قوية خليكي ناشطة خليكي منتجة منتجة ما تخلي حدا هيكي ما تخلي حدا أبدا ولا حتى ولادك حتى أمرار الأسرة هي بتحجم المرأة شوي أنه لبيتي أنا ما بقولك لا ما تترك بيتك ما تترك ولادك بس خليكي قوية خليكي عم تفكر بحالك شوي خليكي تنجي خليكي تكون بالمجتمع أقوى يعني أنا بحيي كل مرة مناضل كل مرة بتهتم بحالة بشغلة بفكرة بأي نشاط هي اللي بتطلع فيه أنا بحييها يعني حضرتك سيدة المجتمع وكتير بتكوني مع السيدات صحيح كيف يعني شو الصعوبات يمكن للمرأة بمجتمعاتنا عم توفي أنه عم تواجهها إذا بتتبوق يمكن مناصب قيادية المرأة دايما بتتواجه يعني أي إنسان بتوصل لمرحلة تكون قيادية دايما بتتواجه لأنها ناجحة خاصة بس تكون ناجحة وفعالة أكتر بصير تتراجئ بصيروا يقولوا لا هيدم شو بدك هيدم مرأة ما بس بدا توصل للكرسة بس بدا لا لا في ناس فعلا شغيلة في ناس المرأة عندك يا طموحة لا يعد طموحة لا لكون كله طالما هي واسقة من قدراتها طالما هي عم بتتعلم كل يوم جديد كل يوم المرأة بتتعلم إشياء جديد كل يوم يعني أنا من هون من تفيه مريم بقول لهم لكل النساء أنا بحيي الوزيرة في ولات الصفة دي اللي فعلا هي مع المرأة ودايما بتدعم المرأة بتواضعها بثقافتها بالمرأة هي اللي هلا كانت عندها مشاريع للـ 2020 لسنة الـ 2020 اللي دايما مع المرأة يعني كمان عندكن كان فيه طيبات وهدايا العيد حضرتك عملت كان بـ 2019 كمان مع جمعية الأصيل كان فيه شيء سوء للأطباء اللبنانية حلويات شرقية وغربية مثلاً كان فيه تسجيع للمبادرات الفردية وخاصةً سيدات البيوت يعني وكمان كان فيه كتير وجوه من المجتمع اجتماعية وثقافية واعلمية كان بهذا الحدث الضخم اللي صار بالروضة يعني خبريني أكثر فكرة أنا عرضت على أستاذ جميل قلت له شو رأيك نعمل معرض هيك للنساء مشان العيد قال لي والله فكرة شو رأيك نعمله بالروضة قلت له اي والله وبتدعينا نشتغل على الموضوع وحبينا نجيب هالنساء اللي عاملات ببيوتها لنعمل لها معرض بالتعاون مع عدة جمعيات بذكر منا جمعية هالا بيروت بتوجه له تحية لأستاذ مونير حنتس كمان الصديق بتوجه تحياتي كمان للإعلاميين اللي ساعدونا كتير منهم العلامة طلالصة بالصديق ومها خليل إعلامية الصديق الغالي كمان صاروا هني عم بقدموا أطبا ونحنا عم نعمل إعلام كان كيف فكرة كتير حلوة كان معرض كتير ناجح وجبنا هيك عملنا شوية حركة حلوة جبنا المدرب التنمية البشرية دكتور راشد جهابدين كمان بوجه له التحية كمان عمل هيك لفت حلوة يعني كان معرض كتير حلو خاصة لهالنساء اللي كانوا ببيوتهم وطلعوا وأنتجوا وعطوا وهذا في منه كمان صار أنه أحيالة ترس اللبناني أنه كله منتجات لبنانية بحثة يعني كتير حلو كان في نساء منا بيروت ومن القرى كمان صحيح كان فيه بين بيروت ومن القرى ومن جميع الطواقف يعني كنا نحنا عائلة كبيرة يعني أنا بوجه لهم تحية لكل سيدة شاركت معنا ولكل سيدة اللي بعدها معنا يعني في كتير سيدات بعدهم معنا وهن حيكونوا حيعلموا التلميذ اللي حتجي تعلم معنا سيدة رئيفة أدالة المسنين قال لهم دور وحصة كبيرة بجمعية الأمان نحنا كل سنة منعمل لهم بدار العجزة منعمل لهم بعيد الحب جمعنا هيك سيدات فاضلات من جميع عملنا بعيد الأم كمان وعملنا لهم بعيد الأطحى غدا يعني هيدا كتير أنا بكرس وقت له هالشي لأن بحبها إذا منش من جواتك عندك هالشي ما بتقدر تنجح فيه يعني وأنا كتير بحب بركز يعني الحاقي يقال حضرتك بكون موجودة بكل النشاطات يعني بكون أنا عم بغطي أمور بلاقيك بكل شيء إنساني واجتماعي ده كمان الأهتم والصغار الأطفال اللي عندهم حصة بجمعيتكن نحنا منهتم كتير بالأطفال نحنا عملت لهم أنا الأطفال هني مستقبل الواعد والأطفال يعني رحنا عملنا إفنت بترابلوس وكان فيه 200 طفل ولحظت إدي عندهم واسقين من حالهم وإديش إني بحبوا يكونوا دكاترة ومحامية ومعلمات يعني حسات المستقبل كتير شعور حلو هذا بيعقص عليك وطلعنا عملنا كمان إفنت برعاية بلدية دار الحرف وجرنا تحية أنا كمان كمان بالرهبات كمان عملنا لهم بمناسبة عيد الفصح جبنالهم مسرحية للأطفال كمان كانت كتير حلوة يعني دايما أنا بجمع الصغير وبجمع الكبير ودايما بركز على هالنشاطات خلق يمكن كان عنا نشاط بيعي بخصوص عيد المولد النبا والشريف أنا بوجه تهنئة خاصة للجميع اللبنانية كمان كنا بنا نعمل شي بدار العجزة بس ما بعرف هلا لأن الظروف ما هتسمع بس كمان أنا حاطتها براسي هالزيارة يعني كمان من بيتك للمستهلك دورات تعليمية وتمكين المرأة كمان أنه صناعة تغليف الشوكولات فن الطبخ صناعة الصابون بالمنازل اللي عملته دورات واختصاصيين اجوا حتى يعلموا يعني السيدات اي صحيح هن اختصاصيين كل واحد باختصاصه وعنده شهادة يعني جاية وبعلم السيدات اللي حاب بتتعلم مثلا عنا اختصاص شوكولات بوجهه لها تحيه ل المدرب السيدة هودا مجزوب اللي هي عم بتعلم معنا عنا كمان دورة طبخ كمان مع تشيف سحر رعيتاني عنا دورة ارتزانة وشمع وكمان بوجهة ألف تحيه ست مريم يعني هولي كلهم سيدات عندهم شهادات وحي علموا معنا يعني في نسبة تواصل مع كلهم من البلاد العربية مثلا لحتى تعملوا معارض مشتركة اي اكيد انا هلأ كنت بمصر وعملنا تعاون بروتوكول مع سيدة برنامج يعني هو مهرجان الأكلة المصري اللبناني كمان عملنا بروتوكول تعاون مع دولة الإمارات ومصر لحتى نبتدى بهالمعارض برات لبنان خاصة للأسر المنشئة كمان حكينا عن التعاون مع الإمارات مبادرة للسلام المجتمع بين لبنان والإمارات اي مبادرة للسلام المجتمع هاي كانت فكرة وعم ننميها لحتى نوصل السلام لكل أنحاء الوطن العربي حت تنطلق بإسكندرية إن شاء الله بشهر أدار بمؤتمر كتير كبير أو بين الإمارات ومصر وحت تنطلق لعدد الدول العربية يعني هنعملها انتقاليات يعني مؤتمرات بكل الدول الأردن لبنان الإمارات السعودية إن شاء الله شو عندكم بعد مشاريع عنا مشاريع عنا رحلة عراس سنة الميلاد عاملينا بأسعار تشجعية بمصر بإسكندرية حتكون اللي بحبي يتعايد معنا بالميلاد رأس السنة بالتعاون مع أم أسطور وأكيد بجمعية السيدات بمصر وكما مؤسسة الأمان يعني عملينا مبادرة حلوة كمان يعني أداة حلو بزل هيدا الأوضاع اللي عم نعيشها ست رئيفة أنه يكون بعد في عنا أمل كتير كبير يكون عنا يعني مساعدة ودعم للعيال الفقيرة هل عنكم شي بالجمعية أكيد الفقر اللي هلأ صار في البنك الدولي قال خمسين بالمية من الشعب اللبناني هيصيروا من الفقراء نحنا أكيد نحنا دايما عم ندوع هذا الشي يعني الفقر أنا ما بحب أقول كلمة فقر لأن الفقير هو بيكون فقير العائل بس للأسف نحنا دايما لأن نحنا ما حدا بيدعمنا نحنا مندعم حالنا عرفته يعني في عدي جمعيات بيدعموه بس لأ نحنا دعم ذاتي يعني نحنا دايما نوقف مع هالأسر شو منقدر نخدمون يعني مثلا إذا منقدر نقملون دوا منروح نحنا مع بعض يعني دايما نحنا منوقف مع هالأسر اللي بحاجة يعني أداة كمان مهمة بهذا الأوضاع إنه ممكن إذا ناس عندها تياب ما بقى بدأ مانا بحاجتها يمكن الجمعيات كمان نتجمعون أو يمكن نتهدر من المطاعم المأكلات يعني فيه مبادرات كثير من مطاعم مثلا بيعبون بتابرور بيودون للعيال للجمعيات والجمعيات بتوصلها للعيال الأداة ده كمان مهم هلأ بهذا الوضع اللي نحنا فيه هلأ أنا بدي حيي كل الجمعيات الخيرية اللي فعلا بتعمل من قلب هالمبادرات منهم مؤسس الأمان يعني نحنا بنعمل مبادرات كثير من جمع تياب من جمع حصص غزائية يعني نحنا بدي حيي دولة الإمارات العربية اللي مرة منحتنا حصص غزائية صح وتوجهنا فيهن للناس اللي بحاجة يعني دايما نحنا بنشتغل على القصص دايما يعني ممنوع فا السيدة رئيفة دعوه أنا بتقول شكري كتير أنت إمرأة نفتخر فيها بالمساعدات اللي بتعملوها كمان بالجمعية حضرتك مسؤولة الحلقات بجمعية مؤسس الأمان أنا بدي أتشكري كتير لوجودك معنا أنا بدي أتشكرك و بدي أقلك أنت إنسان إعلامية أثبت وجودك بضمن كتير قليل يمكن وأنا بفتخر فيك لأنك صديقة غالية كمان و بدي أتشكرك أنك استضفتيني ببرنامجيك وأنت قدوي لأي أمرأة لحتى كل يوم بتشتغل حالة أكتر و كلنا بنشتغل حالنا أكتر وأنا بوجه تحية لكل أمرأة بقول لها يعطيك العافية بقول لها ما تنهزم أبدا كوني قوية كوني واسئة من حالك بعدين بتقليك شاغلي بس هون بتتوجه إنه كمان مؤسس الأمان في عند القلم الدهبي كمان اللي تدعم دائما الشعراء المثقفين سيدات الرائدات كمان هوني عنا شي تاني وأنا بشكر كتير و بشكر تلفزيون مريم مريم على استدافتنا شكرا لك أهلا وسهلا فيك مشاهدينا بريك و بنرجع عن طورونا